مثل القطاع المجتمع عليك كل ما تحركنا تنعم بالأمن والاستقرار تحركنا عدة مرات وعدكم أنه قبل نهاية هذه السنة سيكون هناك إطلاق لرقم أخضر جديد وإن شاء الله سنكون بإذن الله في التجهيزات الأخيرة لإمكانية إطلاق الخط الأخضر لأن إطلاقه معناه نستقبل مباشرة إختارات اللي إن شاء الله ستكون كثيرة من قبل المواطنين لأن القانون أعطى حماية كبيرة للمخطر لازم نعرف باللي أنه ما نقدروش نستكتو على وضعية أطفال في خطر لازم كنا إذا عرفنا بأن هناك أطفال ومس تمها هناك مساس بحقوق الطفل أننا نتدخل وأننا نخطر يعني هذا أقل شيء ممكن وإحنا راح إن شاء الله قلت لكم نوضعه تحت صف مواطنين في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله لأنه يراني في اللمسات الأخيرة 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 وإحنا نعملنا يعني مشينا خطوة كبيرة بطفولة كل شيء يجات في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات أخرى ميدانين تطور كبير لكن مع هذا قلت لكم ما زال تحدي يتعلينا علينا أن نرفعها جميعا يدا بيد ترجمة نانسي قنقر